ما زالت تداعيات قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار تؤثر بشكل سلبي على حركة السوق اذ تسببت بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية المحلية منها والمستوردة والمواطن ما زال يشكو على الرغم من قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد سعيا منها للسيطرة على غلاء الأسعار يخرج القرار من تحت عباءة السلطة ثم ينزل إلى الشارع ليفرض نفسه على المواطن كقرار رفع سعر صرف الدولار الذي لم تعترف الحكومة بصورة مباشرة عن مدى تأثيره السلبي على السوق وغلاء البضائع والمواطن يشكو من ذلك التأثيرات بدأت على المنتجات على المواد الغذائية قرار الحكومة بإرجاع فتح الاستيراد للمنتجات وإدخال المواد المستوردة هذا دليل بأن المنتج المحلي بات يشهد أسعار باهظة الثمن وهذا ما يشهده السوق فعلا من ينزل إلى السوق يشهد أن الأسعار بدأت مرتفعة حتى على المنتج المحلي منها الطماطة والدجاج في وقت أعلنت فيه وزارة الزراعة اكتفاء الذاتي أو الاكتفاء المحلي طبيعي أثر على كل مواطن أثر هذا ارتفاع الشعر الدولار أثر على كل أسعار وخاصة حتى اللي لم يستورد أثر لمقابل الفلاحة والتكسي أو الحمل كل مرتفعة بالدولار أزمات عديدة تمر على العراق أكبرها حجما هو غلاء الأسعار والحكومة لا توفر متطلبات الحياة بل توقفها بحضر تجوال قال المواطن عنه أنه يضر ولا ينفع ويقطع رزقا لا فيروس فهو بأمس الحاجة إلى العمل في وقت أصبح فيه الغذاء والدواء والكهرباء وكل أساسيات الحياة تشترى بثمن باهظا يدفعه المواطن كانت الورقة تعادل 120 دولار أصبحت تعادل 145 فهذا أثر على موظف الذي كمثال بسيط يستلم راتب مليون دينار أصبح يستلم ناقصا ورقة ونصف تقييمة مراتبية وهذا الموضوع ينطبق على المتقاعد كذلك فتح الاستيراد هذا يدل على أن هناك كانت أخطاء يتحاول أن تصاححها فئات كثيرة من المجتمع تضررت من موجة ارتفاع الأسعار التي صبت على المواطنين دون أن تطال أصحاب القرار أزمة ارتفاع سئر صرف الدولار مستمرة وآثارها واضحة على البائع والزبون وغلاء الأسعار أيضا مستمرة ومطالب المواطنين هي التفاة الحكومة إلى الطبقة الفقيرة ووضع حل لهذه الأزمات قناة الرشيد عمار غسان بغداد